تحت رعاية صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس تنمية الاقتصادية احتضن مركز الشيخ إبراهيم الثقافي في المحرق فعالية فولو ذا ليدرز بتنظيم من مجموعة thinkers and doers للأعمال وتأتي فعالية فولو ذا ليدرز ضمن فعاليات أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة الذي تنظيمه مملكة البحرين بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين كشريك استراتيجي وقد ناقش المشاركون في فعالية مركز الشيخ إبراهيم الثقافي سبل تسخير الشركات الكبرى لرواد الأعمال من خلال تبني استراتيجيات داعمة للابتكار وكيفية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والإبداع التقني في الخروج بأفكار غير تقليدية للمشاريع الناشئة إن الهدف الرئيس من فعالية Follow the Leaders يكمن في إشراك رواد الأعمال واستقطاب الأجيال الجديدة الواعدة في بجال المشاريع الناشئة وبناء جسور من التواصل والتعاون المثمر بين مختلف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار النيرة في مجال الاستثمار على مستوى البحرين ودول منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونرغب من خلال فعالياتنا التي ننظمها على مستوى دول المنطقة في تحديد المشاريع المبتكرة بين الشباب من كلا الجنسين وما يخص المشروعات الداعمة للتنمية المستدامة وذلك ضمن سعينا للبحث عن قادة جدد لدفة التطوير والتغيير لمستقبل أفضل التجربة كانت رائعة وأنا مسرورة من كم الحضور والمشاركين من الشباب البحريني ومعجبة بنوعية المشاريع البحرينية الناشئة والمملكة حريصة كل الحرص على أن تكون منبرا إقليميا رائدا في مجال دعم وتطوير المشاريع الناشئة لشباب خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الأسرع نموا في الفترة الحالية وتعتبر التجارة الإلكترونية أحد أكبر القطاعات ازدهارا على مستوى العالم في الآونات الأخيرة مع وصول قيمتها الإجمالية إلى أكثر من تريليون دولار والتي تشهد في منطقتنا المزيد من الزخم مع توجه المستهلكين وبخاصة الشباب إلى التجارة الإلكترونية لشراء مستلزماتهم الأساسية